شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع العقد النهائي بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستقدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض سفاجة 2 بميناء سفاجة البحرية ونص العقد على منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستقدام وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنتاقي ميناء السفاغة اشتركوا في القناة